ترجمة نانسي قنقر في إطار دعم وزارة الصناعة والتجارة للمبادرات الرامية لحماية البيئة وتحقيقا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 في حماية المساحات الطبيعية والحد من التلوث البيئي أصدرت الوزارة قرار حضر تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 35 مايكرون وألزمت بتطبيق هذا القرار على جميع المصنعين والمستوردين ونقاط البيع للحد من خطر انتشار المخلفات البلاستيكية والتي تشكل خطورة كبيرة على الحياة الفطرية في مملكة البحرين وبناء على دراسة مسبقة قامت بإعدادها الوزارة حول وضع مصانع الأكياس البلاستيكية ونقاط البيع الرئيسية وكذلك مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية في مملكة البحرين حيث نتج عن هذه الدراسة أن نسبة 86% من المصانع المحلية سوف تستمر في صناعة المنتجات البلاستيكية غير المشمولة في القرار الوزاري أو تصنيع بدائل للأكياس البلاستيكية وأن نسبة 100% من هذه المصانع تنوي تصنيع أكياس بلاستيكية متعددة لاستخدام والتي يفوق سمكها 35 مايكرون كما أكدت مصانع بدائل الأكياس البلاستيكية أن هذا النوع من الأكياس متوافر في الأسواق المحلية وبالإمكان استخدام هذه الأكياس لاستخدامات متعددة وزارة الصناعة والتجارة تمضي قدما في تحقيق العيش الآمن والسليم للمواطن والمقيم وتعمل بشكل مكثف لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة من خلال التركيز على أهم الخطط والمشاريع التي تسهم في إيقاف تدهور النظم البيئية وتعزز انتعاشها وبذل السبل الممكنة التي تسهم في الحفاظ على البيئة ترجمة نانسي قنقر